موسيقى 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 والتحري ضبطت الجهات المختصة وكرا للارهابيين في احدى الانفاق في التلال المحيطة ببلدة لدوير بريف دير الزور الشرقي يحتوي كميات من الاسلحة وذخائر واجهزة الاتصال وادوات الاجرام من خلال المتابعة مع المواطنين الشرفاء في الريف الشرقي منطقة لدوير تحديدا تم اكتشاف وكر لفلول تنظيم داعش الارهابي الذي كانوا يحضرونه من خلاله للانطلاق بالعمليات ضد المواطنين والاهالي الامنين ومشاءات الدولة لارهابهم العسور على بعض الاسلحة والذخائر العائدي لتنظيم داعش الارهابي المخبعة في الوكر وهي عبارة عن استوانات غاز معدي للتفجير واجهزة الاتصال خارجية الصنع وقازف اربي جي ورشاش بكسي بعض الادوي وبعض الاقنع الواقي للغاز والالغام والعبوات المجهزة محلية الصنع وبعض الزخائر الغربية ورأي لتنظيم داعش الارهابي المجموعة الارهابية التي التجأت الى هذا الوكر كانت تحضر لعمليات ارهابية تجاه الاهالي والمنشآت الحكومية لبث الذعر والخوف في صفوف المواطنين العائدين الى المنطقة فيما تتابع الجهات المختصة عمليات البحث والتمشيط للحفاظ على حالة الامن والاستقرار التي يعيشها سكان دير الزور ترجمة نانسي قنقر